يعلمنا بحضراتكم مرة أخرى مع تغلق كبير لعمر مرموش في الدور الألماني هداف الدور الألماني مع أنتراكت فرانكفورت وأداء كبير جدا ومميز جدا ومستقبل إن شاء الله مستقبل باهر رائع جدا لواحد من أهم اللاعبين المصريين الموجودين في أوروبا في الوقت الحالي عادة إحنا في رقم 10 نحب نروح للمصدر المصدر الكبير المصدر الرئيسي المصدر المهم للمعلومة مع كثير من الأنباء حول رحيل عمر مرموش إلى الدور الإنجليزي في الصيف القادم أو ربما في يناير هل يبقى في أنتراكت فرانكفورت أم يرحل في يناير أو في الصيف إلى الدور الإنجليزي أو أي دوري آخر نعرف ونفهم ونشوف كمان إيه اللي حصل من تطور كبير لعمر مرموش وإزاي ده حصل في أنتراكت فرانكفورت مع تيمو هاردونج المدير الرياضي لنادي أنتراكت فرانكفورت الألماني معي الآن عبر زوم يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتأجدك معي أهلا وسهلا وتحياتي لكم من فرانكفورت فقر كبير لنا في التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10 أنك تتحدث إلى الجماهير المصرية وهي الآن تتابع أنتراكت فرانكفورت باهتمام شديد جدا كواحد وكأنه واحد من الأندية المصرية نعم وبكل تأكيد وهذا وارد وممكن جدا وأيضا اللاعب عمر مرموش هو لاعب جيد جدا وقد لعب دور كبير جدا وجوده في المنتخب المصري وكبوله واختياره أيضا مع المنتخب المصري ساعد ذلك بأن يتم أيضا قبوله وتواجده معنا تضارك كبير في مستوى عمر مرموش في السنوات الماضية حتى وصل إلى أعلى مستوياته هذا الموسم كيف ساعدتم عمر مرموش أن يصل لهذه المرحلة من المستوى العالي؟ من المهم بالنسبة لنا أن يقيم عمر مرموش نفسه ويقيم مستوىه وإنجازاته وأنه شخصيا يرى ويقرر أنه لا بد أن يعمل على تحسين مستوى بشكل مستمر أعتقد الجميع لاحظ مدى تطور عمر مرموش وإمكانياته ونقاط القوة لديه والجودة العالية التي يمتلكها مرموش ولكن في النهاية هو عمل جماعي بين اللاعب والمدرب والمنظومة ويهدف ذلك لتطوير اللاعب بشكل جيد وسريع بطبيعة الحال تقلق عمر مرموش هو يأتي بعد تقلق كبير لفريق بالكامل هو فريق أنتراكت فرانكفورت مشروع محترم جدا في الدول الألماني إيه هو كان أهدفكم في هذا المشروع؟ ووصلتوا لإيه في هذا المشروع؟ وتتمنوا أن تصلوا لإيه في هذا المشروع؟ كما فعلنا في الموسم الماضي والإنجاز الكبير الذي حققناه فدائما هدفنا هو المشاركة والتمثيل الدولي في بطولات أوروبا في الدور الأوروبي أو دور المؤتمرات وهذا هو هدفنا وكما نعرف أن الدور الألماني دوري قوي والمنافسة فيه قوية جدا والمباريات أيضا صعبة مما يؤدي إلى عدم ضمان دواجدنا دوليا في الدوريات الأوروبية ولكن سيظل هدفنا وأمنياتنا هو تحقيق ذلك دائما تحقيق ذلك وكما نحن في الأماني ية